تدخل الثورة السورية عامها الحادي عشر من دون أي أفق لحل سياسي في ظل مؤشرات مرعبة فالنظام السوري على مدى هذه السنوات اغتال شعبا كاملا فمن نجى من الموت والتعذيب والتهجير غرق في أزمات اقتصادية واجتماعية قاسية أخذت البلاد نحو سراديب مظلمة بدأت المأساة السورية عندما اتخذ النظام قرارا بمواجهة الثورة عسكريا منذ انطلاقتها فواجه المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي وبدأ الترويج لمؤامرة خارجية معتبرا للمتظاهرين جزءا منها ومع اتساع نطاق التظاهرات استعان النظام بالجيش الذي بدأ باقتحام المدن والبلدات وقمع التظاهرات ومع دخول الجيش خط المواجهة انشق آلاف العناصر والضباط وبدأوا بتشكيل فصائل عسكرية كان الهدف منها حماية التظاهرات السلمية ثم تحولت إلى ما سميت جيش السوري الحر الذي بدأ ينتزع مناطق من جيش النظام واستطاعت فصائل المعارضة تحقيق انتصارات دفعت النظام في عام 2013 إلى ارتكاب مجزرة بالسلاح الكيميوي المحرم دوليا في غوطة دمشق الشرقية والمعظمية وقتل خلالها نحو 1500 شخص في مطلع عام 2015 كانت فصائل المعارضة قد سيطرت على مساحات واسعة من الجغرافية السورية وبدأت فصائل الغوطة تهدد باقتحام دمشق فطلب رأس النظام السوري من روسيا التدخل من أجل منع انهيار نظامه فكان له ذلك في الثلاثين من شهر إلول عام 2015 كذلك دعمته روسيا عام 2016 لاستعادة السيطرة على مدينة حلب مستخدمة سياسة الأرض المحروقة التي دمرت من خلالها مدنا بكاملها من دون أي تدخل من المجتمع الدولي الذي اكتفى بالتنديد بالمجازل نهاية عام 2015 وبعد صدور قرار مجلس الأمن 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا وإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات شكلت الهيئة العليا للتفاوض بهدف إجراء مفاوضات مع النظام وفق قرار مجلس الأمن لكن النظام عطل معظم جلسات المفاوضات تلك وما تبعها من مفاوضات على مسارات مختلفة بعد إنشاء اللجنة الدستورية عام 2019 والتي فشلت حتى اليوم في تحقيق أي تقدم